أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لدخول 40 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة ليتمكن من توسيع نطاق عملياته وتوفير المساعدات الغذائية إلى 1.1 مليون شخص في الشهرين المقبلين ويبلغ العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البرية منذ بداية الهجوم على غزة 84 شاحنة كما حذر البرنامج من تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الوقود والذي يهدد بتوقف المساعدات الغذائية وعمليات الإغاثة الأخرى داخل القطاع